اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قال إني إني أستأمرك في أمر فقال إني أستأمرك في أمر فراجع أبويك فيه فقالت يا رسول الله أراجع أبويك قال نعم وإن الله أراد ذلك بأبي هو أمي بحيث أنه يعني كان يخشى أن تتصرح أو تتعجل لأنه يحبها ويريدها بأبي هو أمي فقال لها وقرأ عليها الآيات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وتنتها فقالت اخترت الله ورسوله لكن لا تخبر أحدا من نسائك قال ما بعثت متعنتا ما بعثت متعنتا وأخبر النساء فكلهن اخترنا الله ورسوله والدار الأخير وهذا الظن بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فلم يعد ذلك شيئا أي من الطلاق وفي رواية مسلم قالت تصريحا فلم يعده طلاقا وفي رواية قالت فلم يكن طلاقا وهذا فيها دلالة واضحة جدا على ما اتفق عليه لأم الأربعة وجماهير السلف والخلف أن التخيير ليس طلاقا أن التخيير ليس طلاقا ولو اختارت الزوج فليس طلاقا إلا ما جاء عن عن علي بن أبي طالب وهذا قد يزبط قد لا يزبط صراحة عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأيضا الحسن والليث قال بأن التخيير يقع به طلق بائنة إن خيرها يقع به طلق بائنة والحق أن هذا الكلام كلام فيه نظر وقد قالوا أن مالك قال بذلك وهذا خطأ بيّن لم لم يقرأ لم يقل مالك هذا الكلام والحق بأن هذا المذهب ضعيف جدا أنه مخالف لصريح الحديث عائشة قالت خير نساءه فاخترناه فلم يعده طلاقا التصريح ليس تلميحا فلم يعده طلاقا فالتخيير ليس بطلاق فالحديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ذلك شيئا لم يعده طلاقا فالتخيير ليس بطلاق الفواد المستمتة فعل النبي تشريع فضل نساء النبي رضي الله عنهن جميعا العوذر للأئمة إن لم يبلغهم الحديث الأثر إن لم يبلغهم النص فالعوذر لهم أنهم لم يبلغهم النص سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اشتركوا في القناة